الجيش يفشل خطط إنشاء نفق لتهريب سجناء من روميه كشفت دورية تابعة للجيش اللبناني وجود حفرة على بعد 500 متر من ثكنة القوات الضاربة القريبة من سجن رومي وعلى بعد كيلومتر واحد من أوتوستراد المتن السريع فورا فرضت طوقا أمنيا في المكان وفي التفاصيل أن هذه الحفرة تؤسس لنفق يبدأ من الحرج الموجود خلف ثكنة الجيش وينتهي عند صور المبندال الخارجي الموجود داخل سجن رومي حيث كسر إسمنت الجدار وأنشئت فجوة بقطر 80 سنتمترا وعمق مترين موجودة تحت غرفة المشغل في المبندال الذي أخرج منه السجناء جميعا في العام 2011 وقد كلف المفاوض الحكومي القاضي سقر سقر نائبه القاضي داني الزن منذ ساعة صباح الأولى بالتحقيق لجلاء ملبسات العملية وأشارت مصادر مطلعة إلى إفادات بعض السجناء السابقة التي لحظت ذكر معلومات تتعلق بالتخطيط لإنشاء نفق بهدف تهريب بعض السجناء المنتمين إلى تنظيم فتح الإسلام ترجمة نانسي قنقر